الحياة خارج حدود الوطن هاجس بات يلح على الكثير من اليمنيين حربا من الموت أو بحثا عن حياة أفضل بعد أن ضاقت عليهم سبل العيش في بلادهم أو في دول الجوار نهيك عن العالقين في بلدان الشتات أصبح حلم الهجرة أو اللجوء يراود الكثير من اليمنيين غير أنه لا يزال حلما محفوفا بالكثير من المخاطر أبرزها الجهل بطرق تقديم طلبات اللجوء والسفر مما تسبب في وقوع الكثير من اليمنيين فريسة لعمليات النصب والاحتيال ففي الآوينة الأخيرة انتشرت الإعلانات من قبل أشخاص وهيئات تقدم نفسها كوسيط لتسهيل إجراء اللجوء لدول أوروبا وكندا وغيرها من بلدان العالم إعلانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدعو المهاجرين اليمنيين الراغبين في اللجوء إلى تقديم بياناتهم ودفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 دولار إلى 10 ألاف دولار الهجرة هم فاتحين أيضا هجرة ولكن معقدة نوعا ما للدول التي فيها حروبا بالمقابل حضر ناشطون من الوقوع الضحية هذه الإعلانات التي تقوم بهاجهات غير قانونية ومؤخرا أصدرت الجالية اليمنية في تورينتو بكندا بيانا حذرت فيه من تداول معلومات مغلوطة حول طلبات اليمنيين اللجوء إلى كندا على اتساع الأمل في الخروج من دائرة العنف والوصول إلى موطئ آمن تظل دائرة المخاطر تحمل في طياتها الكثير من المخاطر